موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقتنا الخاصة تحت عنوان إلا الوطن والتي سنحاول من خلالها أعزائي المشاهدين إلقاء الضوء على الأحكام التي قضت بها المحكمة الاتحادية العليا في حق المتهمين في التنظيم السري المنتمي لجماعات خارجية تسعى لزعزعات آمن واستقرار الوطن وهنا نقول أعزائي إلا الوطن شعبا وقيادة إلا الوطن أرضا وأمنا وسلاما إلا الإمارات حرية وكرامة وعدالة كلنا يعلم مشاهدين الأعزاء أن الحكم قد صدر بحق التنظيم السري الذي تم اكتشافه في دولة الإمارات والذي قضت به الاتحادية العليا بالسجن 15 عام على ثمن متهمين هاربين والبراءة لـ 25 وبالسجن لـ 10 سنوات على 56 متهم والمراقبة لـ 3 سنوات والسجن 7 سنوات على خمس متهمين هذا بالإضافة إلى مصادرة بعض الممتلكات والأموال الحقيقة أن من حق المسلم على المسلم أخيه المسلم أن هو يعينه على ما يستفيد إمنه ويساعده ويبعد عنه أنا أخيه المسلم كل ما هو يصدعه أو يذيه واجب علينا جميعا كأم مسلمة أن نتعاون على ما هو أنه في صلاحة وأن ننطبق أوامر الله في كل وقت وفي كل ساعة وخاصة في تآجر المسلم مع أخيه وفي عمل المسلم لأخيه أعزائي المشاهدين دعوني في البداية أرحب بكل من سعادة الدكتور علي راشد النعيمي مدير جامعة الإمارات والشيخ طالب الشحي مدير إدارة الوعظ وأيضا الكاتب الإماراتي والإعلامي سعيد الكتبي أرحبك معنا والمستشار القانوني الأستاذ زايد سيف الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين يعني في البداية أرحبكم في هذا اللقاء الخاص وأبدأ يعني مع الدكتور علي دكتور قبل أن نتحدث عن تفاصيل الحكم والأدلة وسير المحاكمة خلني أسألك دكتور عن واقعة اكتشاف التنظيم السري على مجتمع دولة الإمارات بسم الله الرحمن الرحيم في البداية الحقيقة قبل أن أتكلم عن هذه الواقعة ذاتها يعني أود يعني أن أستعرض بدايات هذا متى بدأ وجود مثل هذا التنظيم على أرض الإمارات نحن ندرك أن كان في مصر وفي سوريا وفي العراق مشكلات للتنظيم الأخوان مع الأنظمة القائمة في تلك الفترة في الخمسينات والستينات وكان أمام هؤلاء خيارين إما الاعتقال والسجن أو الخروج من بلدانهم والحقيقة لما خرجوا دول الخليج فتحت لهم أبوابها فجاءت أعداد كبيرة وبالذات من القيادات إلى دول الخليج سواء كانت المملكة العربية السعودية الكويت قطر الإمارات ودول الخليج طبيعتها بالذات الإمارات طبيعة الشعب طيب ومضياف نعم وعنده حس مرهف نحو الدين والإيمان إذا جاء إنسان يخاطب بقال الله قال رسوله يستخدم الآيات والحديث هذا يفتح لقلبه ويفتح لبيته ويضع على رأسه ولذلك هؤلاء لما جاءوا احتضنتهم دول الخليج واحتضنتهم الإمارات على أساس أن هؤلاء ناس ضحايا ووفرت لهم وسائل العيش الكريم ووفرت لهم الوظائف ووفرت لهم العلاج والتعليم لأبنائهم بل يعني أنا لا أفشي سرا كثير من القيادات لموجوده الآن قيادات تنظيم الإخوان سواء كانت في مصر أو في سوريا أو في فلسطين أو العراق درسوا في الخارج على حساب دولة الإمارات صحيح وبل أن بعض القيادات كانت تمسك مناصب عليا في الإمارات ولذلك لكن للأسف هؤلاء لما جاءوا إلى منطقة الخليج بدأوا يعني بدايات الناس ظنت أنها بدايات خير وإصلاح ودعوة إلى الله لكنها كانت بدايات زر جذور التنظيم بين أبناء دول الخليج للولاء والانتماء والطاعة لهذا التنظيم ولذلك يعني من هنا بدأت سيطروا على التعليم وعلى مؤسسات الوعظ والأوقاف يعني المساجد الشؤون الإسلامية كانت تحسيطرتهم بالذات الإمارات بل أن القيادات اللي كانت تتولى التعليم في الثمانينات مثلا جامعة الإمارات وزارة التربية والتعليم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في ذلك الوقت كانت قيادات إخوانية والحس يعني عندنا شوخنا طيبين يعني كانوا ما يقبلون أي حد يأتي يشي بالآخرين ويعني يقول أنهم كلام سيء كانوا يحسنون نظام فيهم وكانوا يتكلمون معهم بحس يعني في نوع من النصح الرقيق أنتوا هنا أنتوا مثل إخواننا هذه بلدكم نريد يعني أنكم تكونون آمنين ونريد نستفيد منكم لكن للأسف الشديد أن هؤلاء بدأوا في زراعة بذرة جعلت الولاء والانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين وليس لهذا الوطن ولذلك وعندما أكتشف إحنا عندنا فيه كيف كان وقع في دولة الإمارات هو الحقيقة أكتشافه مش فجأة الإمارات تعاملت مع هؤلاء كمواطنين بهدوء وبيطبيعتنا نحن شوخنا طيبين لما يسمعون إنسان مغلط يجبونه يرسلون لواحد يكلمه ينصحه بحسب الألفة التي عشناها نحن وطبيعة تقاليد مجتمعنا في الحقيقة وهذه مرت على سنين طويلة يعني الآن بعض الناس يقول لك أخي نريد حوار لماذا ما نصحوهم لماذا ما كلموهم لا نصحوهم تمت مناصحتهم نعم تم الحوار معهم ولكن مع الأسف نعم ولذلك نحن الحقيقة الذي أريد أن أقوله أن التنظيم هذا مش قضية تكتشف الآن هذا التنظيم كان موجود لكن طبيعتنا نحن وطيبة شوخنا كانت تتعامل إن هؤلاء أبنائنا بننصحهم ما نتوقع منهم هذا ما نتوقع منهم السوء ولا نتوقع منهم الضرر لكن لما بدأت الأحداث في العالم العربي في مصر في تونس وفي ليبيا هؤلاء الناس ظهروا بصورة وبيواجهة مختلفة غير طيب هنا لما قاموا بعمل السوء دكتور كيف كان وقع هذا الأثر على أبناء دولة الإمارات على مجتمع دولة الإمارات طيب هو الحقيقة يعني ناس طبيعة الناس لما تشوف إنسان مصلي وإنسان يعني قد سمات الصلاح على طول ما تتوقع تسلم له عرب كيف لكن في الحقيقة أنا أريد أذكر بعض الشواهد أنا في سنة 2006 انتدبت الوزارة التربية نعم جاءني أحد الآن اللي حكم عليهم بعشر سنوات من ضمن المحكومين من ضمن المحكومين جاءني إلى مكتبي وقال لي يا دكتور أنا الآن يعني مجمد وأنا ديد أرجع إلى التدريس ف وأنا كنت مدرس جيد فقلت طيب بكل وضوح بكل شفافية قلت له أنا مستعد أظن أنك ترجع للتدريس لكن عندي شرطين قال لي ما هو قلت له أول شيء تنقض البيعة اللي بايعتها على طول بشكل بمواجه بموضوع أنت تقصد البيعة للمرشد أقصد البيعة للمرشد العام للإخوان المسلمين والأمر الثاني أنك أنت تعمل كمدرس بمهنية ما لك علاقة بتنظيم الإخوان قال لي لا أنا ما أوافق على هذا قال لي أنت تريد أنا أسلمك أبنائنا تربيهم حتى يكون عندهم ولاء وانتماء وطاع للمرشد فقال لي هذا شيء وهذا شيء كيف يعني هذا شيء نعم هذه هي المشكلة الولاء والانتماء يجب أن يكون للدولة يعني هذه واقعة أنا بنفسي عايشتها يعني ما أحد قالك لا لا واجهتها بكل وضوح بل حتى أنا أقول لك يعني بعض اللي محكم عليهم ممن كانوا في جامعة الإمارات أنا أتكلم أنا أتكلم معهم بكل وضوح في بدايات 2002 و2003 في هذه السنوات عن هذا الموضوع وبكل شفافية ويعرفون أنا أعرف من هم يرفضون أبدا الخروج من أباءة التنظيم يريد أنك أنت تفتح للمجال أن يعمل وينشط لكن يربي أبنائك وبناتك على الانتماء لهذا التنظيم ويخرب أيضا نعم تلقائيا لأنه إذا نزع إذا نزع ولاءة لقيادتك والوطن هذا تلقائيا هذا يعني بمثابة قنبلة موقوتها داخل هذا المجتمع نعم طيب أنا يعني أتجع إلى الشيخ طالب أيضا الدكتور قال الشيخ طالب أنه هذه الجماعة كانت تتكلم باسم الدين والإسلام هل فعلا هؤلاء الناس كانت نواياهم صادقة تجاه الإسلام والدين ولا هذا ستار حتى أنهم يعني يحققون كل معاربهم وأجنداتهم من خلال الدين باب الدين باب واسع جدا كل إنسان يتكلم باسم الدين حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني من أصحاب التنظيم فيها المنافقون إحني ما كان أصحاب التنظيم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه الخفية وكان حتى يعني تجهيز الناس في هذا الجانب وإعدادهم كان هم المنافقون حتى الذين خرجوا حتى في عهد عثمان رضي الله عنه أولئك فئة فئة ضالة جدا لذلك هم يظهرون وستحيل يظهرون باسم غير الدين ليش لأن كيف يجذب الآخرين مثل ما قال الدكتور قال بيئة الإمارات بيئة الناس تحب الإسلام تحب الدين فيه حب ما يحب الدين يعني رجل الدين دائما مقدر يوم ييك تيلسي ينبك نعم صحيح ما تقفل بيئة وين تيلسي 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 ينبك في صدر بيئة لذلك هم أصلا باسم الدين يخذونك سيتاري وصلوني به إلى يمكن بعضهم في قلب هذا شيء لكن هذا الإنسان غرر به أصلا ليش لأن كيف غرر به غرر به مثلا نحن نريد نحكم الشريعة الإسلامية مثلا نريد نحن مثلا تعال ما تشوف الشيء الفلاني طيب وين غيرتك الدين فهو تأخذ فشرول الآيات القرآنية تفسير خاطئ على حسب مزاجيتهم نعم لأن الدين الإسلامي يبني على فهم واضح جدا قواعد العلماء السابقين كم تكلموا وضعوا القواعد ووضعوا الأصول وضعوا التفسير ووضعوا الشرح الأحاديث حتى يفهم النص على قواعد معروفة لكن هذا يأخذ الفهم على فهم جماعته هو ليس فهم القواعد العلماء التي وضعوها إنما على فهم جماعته لأنه مسير في النهاية هو مسير ولذلك يأخذ الفهم من وين تقول العالم تقول قال النمام منووي تقول قال ابن حجر قال ابن عباس ما يسمع لك هناك مقول دكتور يعني الاتباع يقتل الإبداع هذه قاعدة ولكن هو يسمعون كانوا يسمعون لمن تبقى تسمع لمن هم ربا أصلا لا تسمع للشيخ للعالم يعني تعليم حسن البنة مثلا تعليم فقط لذلك هؤلاء أنا شفت بعضهم يعني هم يقرؤون لحسن البنة أكثر ما يقرؤون للرسول أو يسمعون لحديث الرسول ويقول لك حديث الله سلم هذا فهم مثلا حسن البنة هذا فهم للنص الشرعي تقول العالم فلاني ما ياخذ بأسا ليش يخالف الأسس الذي تربى عليها فلذلك ما ياخذ هو الحقيقة يعني التبرير هذا أن هؤلاء في عنقهم بيعة أنا أدرك المعشد كثير من عامة الناس عندنا ما يتصور أن هذا فلان يصلي معنا في المسجد أو ابن فلان أن هذا قد يبايع حد غير قيادتنا أنا مرة في نقاش على تويتر مع أحد المحكم عليهم في السجن الآن وأثرت قضية البيعة معه فقام يعني يتهرب من الإجابة اليوم الثاني التقيت بأحد أخوة الهاربين الآن في الخارج واللي محكم عليهم 15 سنة أحد أخوتهم موجود في الإمارات فسلم علي وقال لي دكتور أنا شفت الحوار أمس بينك وبين فلان لكن أبغي أسألك ليش يكذبون قلت لي كيف قال يا أخي أنا دعوني للبيعة أنا شخصيا جابوني وجلسوني في مكان وقالوا لازم تبايع ولما رفضت بدأوا يعني يتوعدوني كيف أنا ما أبايع ولذلك أنا من ذلك اليوم بديت أبتعد عنهم لكن أنا أعرف أن هناك بايع وأعرف أن هؤلاء اللي استمروا في هذا التنظيم هؤلاء مبايعين وبيعة للمرشد وهذا اللي طلبوا مني أنا والحقيقة أنا يعني أعتقد في كثير من الناس اللي كانوا معاهم عليهم مسؤولية وطنية أن يخرجوا للناس وأن يتحدثوا بالقضايا التي يعرفونها في هذا المجال لأن الصمت كيف تم استقطابهم كيف تم تجنيدهم هؤلاء الناس بهذه السهولة هؤلاء تم استقطابهم من خلال المدارس الواحد في الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي يأخذوا والأب والأم يشوفون هؤلاء بيأخذون بيأخذونه محاضرة كانت تنظيم الأسر كانت موجودة لكن هو المهم الآن أنا أعتقد واجب وطني على كل من كان معهم ويعرف شيء من هذه المواقف أن يذكرها للناس لأن بعض الناس يتصور أن الآن الدولة متحاملة هذا واجبهم على وطنهم على شعبهم نعم وهذه ليس مسؤولية الدولة ولا مسؤولية جهاز الأمن ولا مسؤولية وزارة الداخلية ولا مسؤولية الجيش هذه مسؤولية كل مواطن أفراد وكل حتى مش إلا المواطن حتى المقيمين اللي على هذه الدولة وينعموا بخير هذه الدولة ويحرصون وأكيد أنا متأكد الكثير منهم يحرص على استقرار وأمن هذا البلد أن يبادلوا يكشفوا ما يعرفون عن هذا التنظيم لخطورة الحقيقة مش علينا فقط نحن إنما على المنطقة كلها وخطورة عليهم هم بأد نعم أنا قبل أن أروح إلى الأستاذ زايد الشامسي والأستاذ سعيد الكتبي خلوني خلوني أروح إلى فاصل نتابع من خلال أراء بعض الناس وبنتكلم بعدين معكم حول أراء الناس حول التنظيم السري في اللي تم اكتشافه عدنا في دولة الإمارات نتابع مع بعض هذه الناس اللي يعيين يبغوا يغيرون في دولة الإمارات هؤلاء ناقص عقول اللي بيقلب الحكم هذا يعني بيخرب يعني ما أدري شو مصلحته يعني ما أدري يعني ما أدري يعني الحمد لله نحن ما شي قاصر علينا ليش نغير الحكم كل إنسان هو عقل واللي يمشوا إياهم اللي يمشوا إياهم خربوا اخترب إذا مشوا وإذا مشوا وإذا مشوا وإيا ناس أوكي وكل شي الولد مستحيل يخرب ولا شي حزبي الله ونعمل وكيل لأن إحنا بنحبوكو إحنا بنحبوكو وشعبنا بيحبوكو كله أي حد بقى يقول غير كده يبقى حزبي الله ونعمل وكيل الناس دي أقول إيه يعني الناس دي المفروض ما حد يسمع لهم خالص ما حد يسمع لهم نهائيا الناس دي ناس أفكارها متخلفة ما حد يسمع لهم نهائيا في عز الظروف الحاصلة والتطاول والشغال دي وما حسنا بأي فرق في أي مكان في العالم ما بيحصل مثل هذا التطاول بيأثر على الناس المقيمين في البلاد نحب الوطن من الإيمان فلذلك الواطن والإمارات يجب أن يحب الإمارات تلقائيا بما لاقاه من حين تقيم دوت الإمارات العربية المتحدة لحد هذا اليوم كتشابك النسيج كحبات اللؤلؤ في عقد ثمين تعاليم ديننا في تماسكها وتراصها لتكتمل أركان الإيمان في حياتنا اليومية في تعاملاتنا مع الآخرين والمجتمع في عباداتنا زكاتنا وتربية أبنائنا هنا نستضيف علماءنا نستمع لهم ونحاورهم ونذكر بما ينفع المؤمنين وذكر يوميا الرابع والنصف بعد الظهر على قناة بوظب الإمارات الإمارات التي خصها الدستور بنظام قضائي مستقل تماما عن السلطتين التشريعية والتنفيذية يتمتع أعضاؤه بحصانة غير مسبوقة ورؤية شديدة شفافية تسلح بها القضاء فطبقوا القواعد من شرع الله والدستور تسيد علوة شريعه في المحكمة الاتحادية العليا التي تكفل كل الضمانات الدستورية لرئيسها وقضاتها بمجرد تعيينهم وحلف اليمين أمام رئيس الاتحاد وظيفة الحكومة يا الأخوة هي تحقيق السعادة للمجتمع تطوير التعليم والخدمات الصحية وتوفير الوظائف والفرص وتطوير البنية التحتية وتحقيق العدل وتسهيل حياة الناس كل ذلك يحقق السعادة للناس هذه الأعيالنا أمنهم معيشتهم استقرارهم أمان أبرقابنا وايد مهم أن نسوي تغيير وطفرة وأن تكون دولة الإمارات قدوة برجع الآن إلى الأستاذ زايد الشامسي وأسألك أبو عبد الله ما هي التهم التي وجهت لأفراد التنظيم وشو هي أدلة الاتهام التهمة كانت محاولة الاستيلاء على الحكم إنشاء وإدارة تنظيم سري بغرض الاستيلاء على الحكم هذه هي التهمة التي وجهتها النيابة العامة إلى المتهمين أثناء سير الدعوة والأدلة أثناء سير الدعوة تم طرح الأدلة الصوتية طبعا أول شيء استمعنا إلى شهادة الشهود الذين كانوا تكلموا عن التنظيم السري والدعوة العلنية دعوة الإصلاح وهي كانت الواجهة عقب التنظيم والتنظيم هذا كيف يتم إعداد واستقطاب الشباب إلى هذا التنظيم كيفية الولاء إلى المرشد أو الولاء إلى المرشد العام طبعا في مصر نعم ونقض بيعتهم لصاحب اسمه شيخ خليف والاجتماعات السرية التي كانت تدار داخل الدولة وهناك تدريبات لهم خارج الدولة أي نوع من التدريبات؟ دورات يأخذونها دورات خارج الدولة دورات إدارة دورات عمل استراتيجيات إدارة أزمات في الإدارة تخريب مثلا؟ لا نتكلم عن بناء العقلية العقلية الإنسان اللي يستثمرون في عقلية كيف يؤثر على الآخرين كيف يكون مؤثر في المجتمع كيف ينجح في المجتمع كل كلمة في المجتمع هذه كلها استراتيجية لهم دورات حضروها دورات كيف إثارة الناس كيف تشجيع الناس على الاعتصام ولذلك هناك يوجد على اليوتيوب فيديو لبنات أحد المحكومين حضرت دورة من دورات أكاديمية التغيير وخاطبت المدرب قالت لي أنت تكلمنا لكن نحن في دول خليج لدينا مشكلة كيف نقدر نثير الناس الناس مرتاحة الناس تنعم برفاهية لو نعمل نحن ما نعمل قبل خمس سنوات ما يمكن نغير فكيف نعمل حتى نستطيع أن نثير الناس ولذلك هذه من الدورات دورات يعني مثل هذه الأدلة هل تم تقديمها إلى المحكمة نعم إثارة الناس هذه أمام المحكمة أنا بديت في أقوال الشهود يو الشهود وتكلموا عن هذا الجزء من الأدلة شهود آخرين يو تكلموا عن أموال التنظيم كيف يديرون أموال التنظيم كيف يصرفونها كيف يستقطبون الأموال وين يستثمرونها بالكامل تنظيم له تقريبا وزير مالية يديره بالكامل أبو عبد الله أنت ذكرت التمويل من كان يمولهم من وين يأتون بأموال التمويل من وين يحصلون نعم يعني أنا اللي أعرف أنه أموال كبيرة جدا ومبالغ طائلة أموال ضخمة جدا نعم أول شيء الاشتراكات اللي ينضم إلى التنظيم يستقطع نسبه من راتبه ومن دخله لصالح التنظيم تقدر بكم تقريبا أنا على حسب ما أذكر 5 إلى 7 بالمئة على حسب رتبة الواحد فيهم هي رتبة رمب كلهم واحد بعد هي واحد يديد واحد جديم واحد مقرب الحسب الأقدمية هي نعم في أقدمية وكلما أنت تتقرب لتصبح قيادي كلما تزيد النسبة هذه هذا شيء بعض المؤسسات اللي كانت تجمع التبرعات للخير وتبرعات كذا وكان يقولون بنسوي مسايد لكم و بنسوي و بنسوي كان يأخذون هاي الأموال و يضمون هاي الأموال التنظيم كذلك بعض الشهود تكلموا عنها تكلموا عن الاستثمارات يقومون باستثمارات لمصلحة التنظيم نعم طيب هل تم يعني خلال القبض عليهم هل تم يعني وجود العثور على أجهزة كمبيوترات شيء أدوات معينة تدينهم نعم أنا تكلمت عن فقرة فقط من الإثباتات كذلك هناك الكمبيوترات و الهواتف حصلوا فيها بلاوي 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 مثل شو؟ ست خبيرات اللي حضروا بعد في الشهود الأربع شهود اللي حضروا في المحكمة أيضا كان في ست خبيرات اللي هم خبيرات أعتقد في الجرامي الإلكترونية نعم اللي هم حضروا ست خبيرات كانوا يحضرون دائما في المحكمة لا لا حضروا واستمعت المحكمة إلى الخبراء سواء كانوا سمون من المختبر الجناي وهناك خبراء آخرين بأتي في ذكرهم تكلموا عن تفاصيل ما هو موجود في أجهزتهم شو موجود في الأجهزة وهذا كلها يعني ساعدت في إدانتهم كذلك هناك تسجيلات صوتية وفيديو نعم واضحة وضوح الشمس أحد التسجيلات كلنا نصدمنا ما بس إحنا الحاضرين حتى أهالي الموقوفين يعني علاقتي جيدة وياهم واحد من قال قال والله لأنني صدمت هذا الكلام ما يقال أحد المتهمين كان يعني يثير الناس الحاضرين على التغيير ويقول عن دولة الإمارات أنها دولة متهالكة وأن إحنا لا وإحنا فرصان التغيير وإحنا بنقود هذا التغيير حتى لو أصيلت الدماء على الشوارع إلى هالدرجة يفكرون يعني أنا صراحة يعني تميت مذهول أخي عيسى يعني الدماء بهذه الصورة يعني موجودة في قاموسهم شوف نحن كشعب الإمارات طيبتنا ما عدنا التشنجات هاي ما نتصور ذلك الكلام لكن أنا سأقول لك حادثة ما لا علاقة بالمحكمة وتفضل وتوضح قضية هذا التنظيم السنة الماضية أنا ما أكشف سر هذا شيء الآن أصبح معروف خيرة الشاطر النائب المرشد العام للإخوان المسلمين جاء إلى الإمارات عن طريق وسيط وجلس مع بعض كبار المسؤولين لحل المشكلة و مشكلة 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 علاقة الإمارات مع الإخوان وتنظيم الإخوان الخلية الخلية دكتور لا قبل قبل اعتقال الخلية من المصريين قبلها أنا ما أتكلم قبل الخلية المصرية قبل الخلية المصرية هذا الكلام جاء إلى الإمارات والتقى ببعض كبار المسؤولين وأبدو له أننا لا لدينا مشكلة مع مصر مصر قوة مصر من قوة الإمارات ونحن حريصين على استقرار وأمن مصر لكن نحن لا نقبل أن التنظيم يعمل ويهدد أمننا ويهدد استقرارنا وإذا أنتم كجماعة تكفوين شركم عننا نحن ندعم مصر الوطن ومصر البلد فوعدهم خير هذا كلام يديد يقال لأول مرة وخطير نعم المهم وطلب دعم والإمارات تكفلت بتوفير كل الدعم اللي تحتاج لمصر بشرط الأمور تكون وابحة أولا بإيقاف نشاط الإخوان المسلمين في الدولة طيب والتوقف عن تصدير هذا العمل خارج مصر وتقديم مشاريع تخدم المواطن المصري وعدهم خيرات الشاطر خير وراح ورجع وجاء بطلبات إلى الإمارات تم الموافقة عليها وتم التفكير في آلية وقالوا لنا نحن الآن نبحث وندرس الآلية تنفيذها ورجع إلى مصر لما رجع إلى مصر يوجد في مصر مجموعة من الهاربين الإماراتيين اللي حدث أنه وصلت معلومة هنا أن خيرة الشاطر بعد اجتماعه الثاني مع كبار المسؤولين في الدولة لما رجع إلى المصر استقبل مجموعة من الهاربين الإماراتيين في بيته وبدأ يعطيهم توجيهات على كيفية إدارة العمل في المرحلة المقبلة يعني هو أخلب الاتفاق دعم ووصلك المعلومة إلى هنا ولذلك الجماعة هنا اتصلوا بالوسيط قالوا الآن أنت جبت لنا هذا الرجل وهذا رجل مسؤول ووعدنا وتعهد لكن انظر ماذا فعل فالوسيط صدم فرجع إلى خاطب خيرة الشاطر وقال لأنت كيف تعمل كذا طبعا يعني استغباء الآخرين وتصور السذاجة والسطحية فيهم قالوا والله أنا جوني ضيوف البيت ضرب الباب فأنا لازم أستقبل ضيوف في البيت وهذا يبين حقيقة يوضح أنا لا أتكلم على المحكمة خيرة الشاطر دكتور مضياف يستقبلهم يوجههم أيضا أنا لا أتكلم الآن عن المحكمة لكن أنا اللي أريد أن يفهم كل مواطن إماراتي أن هذا تنظيم وأنه يقاد من الخارج وأن هؤلاء الشباب الذين كنا نحسن الظن فيهم نتصور أنهم سيكون أوفياء لهذا الوطن للأسف أنهم وضعوا أيديهم في أيدي هؤلاء أعداء الوطن الذين يتآمرون ويتربصون ويترصدون للإمارات وضحت لنا دكتور نقاط في غاية الأهمية والخطورة في نفس الوقت وأتمنى أنه كل يشوفنا اليوم يكون أخذ هذا الدرس وعرف منهم هذا التنظيم وأفراده يعني وشو كانوا يريدون بمجتمع دولة الإمارات أعطيك مثال مثال آخر أحد الآن في السجن محكوم عليهم أنشأ مركز في لندن سمى مركز الإمارات لحقوق الإنسان وعين مدير لواحد إنجليزي أجنبي يجمع دائما الناس ويثيرهم للتظاهر الإمارات وبالأمس عمل إعلان في بريطانيا يدعو الناس للتقدم للتظاهر مقابل سفارة الإمارات مقابل مبلغ مادي وقدر 160 جنيه سترليني كل أسبوع على أساس أن يظهرون كل يوم أربع ساعات أمام سفارة الإمارات وهذا الإعلان موجود على تويتر وعلى فيسبوك وأي واحد ممكن يبحث عنه وسيجده يعني هذا يبين كاتب مطلوب متظاهرين نعم كاتب مطلوب متظاهرين وحط المبلغ 160 جنيه سترليني 160 جنيه سترليني أسبوعيا نعم وكاتب أربع ساعات في اليوم أمام سفارة الإمارات وهذا المركز أنشأ أحد المحكوم عليهم ولذلك هم لا يتورعون هذا ما يكشف خداعهم ما يكشف أن هؤلاء الناس مضللين هم هنا الحقيقة هم يستخدمون واجهات مختلفة في الإمارات بين أهالينا وشوابنا وعجائزنا يظهرون بمظهر الدعاء الله أكبر نعم اللي يريدون الخير نعم أمام الجمعيات حقوق الإنسان في الخارج يظهرون أمامهم بأنهم جمعيات حقوقية ويسعون للدفاع عن حقوق الإنسان نعم أمام النخبة المثقفة في الإمارات يظهرون بأنهم ناس يطالبون بالمشاركة السياسية نعم ويطالبون بحقوق سياسية وأصحاب رأي نعم وأصحاب رأي ولذلك المهم جدا الآن أن يدرك أهل الإمارات أن هذه القضية ليست قضية حقوقية وليست قضية سياسية إنما هي قضية جنائية بامتياز أن هؤلاء الناس خالفوا القانون ولذلك وقعوا تحت طائلة العقوبة بسبب مخالفتهم القانون وليست بسبب آراء أو مواقف دكتور الدستور الإماراتي الدستور الإماراتي جدا مترابط والقانون الإماراتي جدا مترابط اختراقه صعب ما يستطيع أي شخص يخترقه فالوسيلة التي اتخذوها لاختراق القانون وهذا وهي ارتداء ثوب الدين فلما يجي رجل دين يوقف أمام القانون هنا يعتبرون أن القانون ضد الإسلام فهم يوقف ثوب الدين عشان يخترقون الجدار القانوني والوقت الذي يوقف لهم القانون يعتبرون أن يصورون للعالم أن القانون هذا وقف ضد الإسلام ليس ضد رجال بما أنك عفوا الشيخ طالب بما أن الأستاذ سعيد ياب سيرة الدستور دعني متابعوا إياكم الآن المادة 30 من الباب الثالث من الدستور الإماراتي وبعدين نعلق عليها بعد ما نشوفه دعونا نتابع من دستور الإمارات العربية المتحدة الباب الثالث المادة الثلاثون حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون هل هذا التنظيم ينطبق عليه اليوم من من يمارسون حرية الرأي والتعبير أبقى أسمع رأيكم سعيد من وجهة نظري دولة الإمارات قامت على الحريات قامت على حقوق الإنسان أنت لا تستغل القانون لما تكون حريتك مكفولة في الدولة وتوصل بك الحرية إلى أنك أيضا تخالف الدستور أنت عندك حريات مكفولة وكفلها لك الدستور ولكنك تستغلها وتوصل بها إلى مرحلة أنك أنت تخالف الدستور ما أعتقد أنه من الحريات أنك تتعدى على رموز الدولة وهذا شيء يعاقب عليه القانون أذكر لك أمثلة من تغريدات أحد المتهمين يقول ياما في السجن رؤساء هذا الشخص هو نفس المتهمين الآن محكومين المتهمين الشخص هذا هو نفس اللي لا تغريدة اللي استخدم فيها سلوب التحريض التحريض كان واضح لما قال ميدان التحريض يشبه في موقع ميدان الاتحاد يقصد في دبي يشبه في موقع الاستراتيجي ميدان التحريض مصر يعني يشبه الآن بين ميدان الاتحاد إحاء يعطي إحاء إحاء أن تحريض نوع من التحريض للأشخاص أن اللي صاير في ميدان التحرير ما في مانع يصير هنا في الإمارات الهم تغريدات كثيرة الهم يعني في أمثلة كثيرة من ضمن الحريات اللي هم يقولون أنها حريات نحن نستخدم حريتنا يعني يتعدون على رموز الدولة يخاطبون نحن ولله الحمد شيوخنا متواضعين الحمد لله نعم شيوخنا عندهم حسابات في تويتر يديرونها بأنفسهم فهم يعني من باب الحرية يدخلون على شيوخنا في صفحاتهم ويخاطبونهم بطريقة ما لها دخل بالحرية أبدا هذا تعدي يعني طريقة مخاطبة مثل في تغريدة لشيوخنا الله يحافظهم دخل أحد المؤيدين لهم هو حساب وهمي طبعا كتاب لهم أنت تؤيد الشباب وتقول أن الشعب هو مصدر الثروات نعم شعبك كله مسجون حط و الشعب كله في 94 متهم سابق لحين محكوم عليهم طبعا قل هو حقيقة تكمل لكلام الأخ السعيد هم استخدموا منهجية في بداياتهم بدأوا بحملة على جهاز أمر الدولة ابتداء وكان تركيز شديد والتركيز هذا اتهم دولة الإمارة بأنها دولة بوليسية لا جهاز الأمر في البداية وتبادل أدوار يعني كل يوم مجموعة تقوم بهذا الدور وسندونهم بعض الأخوان من الخليج بعد فترة لما شعروا يعني يعني فرغوا ما عندهم يعني خلاص قدموا اللي عندهم فيما يتعلق من مهاجمة جهاز الدولة بدأوا ينتقلون رويدا رويدا إلى رموز يعني مثلا في تغريد شبهوا الشيخ محمد بن زايد بهتلر ويمكن الصورة موجودة في تويتر هاجموا الشيخ سلطان لما قال لهم أنا الحضن الدافئ لكم تعالوا لي لو شفت تغريداتهم في تلك الليلة سخرية واستهزاء ما يليق أبدا بمقام حاكم يعني يدعوكم إلى أن يرعاكم ويفتح قلب لكم كان ردهم سلبي يعني يعني يريد حاورهم نعم الشيخة جواهر تكلمت كلام طيب هاجموها هجوم قاسي أنا ما أريد أذكر تلغريدات لأنه ما يليق أن تذكر أبدا لكنه موجوده في الحقيقة ومرصوده والجميع شهده لكن السؤال إذا كان هؤلاء دعاء إلى الله إذا كانوا هؤلاء يمثلون للخير والصلاح والاستقامة كيف تتجرى أنك أنت تسب وتشتم وتفتري وتكذب وتطعن في يد امتدت إليك بالخير يجب أن تكون حفيف نعم أخير ثم هو positive كما نücksQué المسألة قانونية كيف القانون لا أردأ أن نظهر للناس أن هذا جانبي شرعي جانب ديني تجرى على الدين أنه رسولonde 갈증 وما كان فيه زمن هو رسول الله لم يكن قد جرعه إلا كم واحد قال اتق الله فإنك لم تعدل قال إن لم أعدل فمن يعدل هذا تجرع الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قواعد وأسس الناس لابد تعرف هذه القواعد الأسس لماذا هذا إن ظهر بإسم الدين يتبادر لذهن تلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول يعني يقول أنس رضي الله عنه نهانا كبراء من أبو بكر وعمر وإثمان ابن عباس وفلان وفلان قال لا تبغضوا أمراءكم ولا تسبوهم ولا تغشوهم واتقوا الله واصبروا يعني هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة مع التعامل حول هذه المجريات يعني لما أنا أي وبي للناس انتبه ولي الأمر في الشرع هو خط أحمر خط أحمر ما تجرع عليه هذا التوجيه في حالة الابتلاء نحن الحمد لله في نعمة ورخاء وخير يحسدنا على القريب والبعيد حتى في عهد الرسول عن هذه الفتن هي تظهر حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يوزع مال قال واحتق الله فإنك لم تعدل قال إن لم يعدل فمن يعدل شوف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك الأحاديث الواردة كلها تصب في طاعة واتم بأشد ما يمكن أشد قال من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية هذا هو الإسلام الصحيح؟ لماذا؟ لأن هناك خط الأحمر لماذا تجاوز هذا الخط الأحمر تعترض خمسة أمور للهلاك أولا الدين العقل العرض النفس المال وهذا الحاصل هذا الحاصل شبابنا ينتبهون هنا أريد أذكر شيء الحقيقة المشكلة أن هؤلاء الناس لما كانوا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الثمانينات يعني غسلوا عقول كثير بخطاب ديني باسم الإسلام مختلف كلياً ما نكشف إلا الآن كان أحد كبير الوعات في وزارة الشؤون الإسلامية ولوقاف شخص من الإخوان من العراق اسمه محمد صالح عبد المنعم العزي له كتب مشهورة باسم محمد أحمد الراشد هذا السنة الماضية لما بدأ تحركهم كان يكتب تغريدات وكان يخاطبهم بحكم أنه كان المربي والموجه لهم وموجوده على تويتر وعلى حسابه على الفيسبوك وكان يقول وأدعو شعب الإمارات إلى مبايعة سلطان كايد باعتبار أنه الآن يمثل المراقب العام للإخوان المسلمين في الدولة وهذا يؤكد لك شيء يؤكد لك أن هؤلاء هذه أجندة اشتغلوا عليها السنين طويلة وأن القضية قضية تنظيم دقيق يعني لها منهجية لتحقيق أهدافه صحيح اسمحوا لي أنا بس أبو عبد الله أنا برجع لك وبكملوا المواضيع التي تكلمنا فيها حول المحكمة بس بروح إلى تقرير بنحاول نتعرف فيه على بعض الأراء عن مجتمع دولة الإمارات وكيف يعيش المجتمع الإماراتي مشاهدين العزاء نتابع مع بعضه والله أخي أنا بكل أمانة يعني أنا عاجز أنه عدد ما وفرته لنا دولة الإمارات من رخاء وأمن واستقرار وتعليم وعلاج وبنية تحتية نحمد الله ونشكره حقيقة نحن نفتخر عندما أقول أنا إماراتي أنا أفتخر وأرفع راسي الإمارات هي بلدنا التام وإحنا كتير مبسوطين فيها والحمد لله رب العالمين عايشين بأمال عايشين باستقرار بنطلع زي ما بدنا بنجي زي ما بدنا عادي بنطلع بنص الليل بنطلع بالنهار بنطلع الصبح يعني فيش خوف أبدا أبدا والله إذا تبقى الصدق يعني الإمارات من قسرة من جميع النواح من الأمن والاستقرار والحياة اللي باستغر الحمد لله رب العالمين إحنا ما ننفعش أفضل الشيخ زايد على مصر وحكام ويعني كل اللي عملتو في مصر يبقى نكر الجميل اللي ينسى إحنا بنحب مصر زي اللي مراد بزبط تسهيلات كثير يعني في العلاج والحمد لله يعني حتى يعني اللي ما قدر يتعالج هنا الشيوخ ما قسروا إزام الله خير يوفرون أنهم يعالجون مواطنين خارج الدولة حتى دولة الإمارات بفضل الله تعالى يعني بتشعر داخلها بالأمان والمواطن والوافد كلهم متساوين بالحقوق والواجبات فيها أمان أهم شي بلد أمين ما تخاف على أولادك ما تخاف على البيت الإمارات ما شاء الله تبارك الله أول شيء الأمن والأمان النظافة حرص الناس على النظام في حلقة مجالس لهذا الأسبوع مجلس حمدان مسلم المزروعي الوقف يعتبر أهم المصادر الإسلامية في أعمال الخير إذا أنت اليوم تفكر في الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما قال لا أرسلناك رحمة للمسلمين صح مما يميز الوقف أن يكون دائما تحت الرعاية فضل الوقف يعتبر فضل كبير جدا على المسلمين تفيد منها المساعد في الصيانة في الفارش في التكليف أهل أقدر أتبرع مثلا بعشر درهم خمسة درهم ميت درهم ميتين درهم واجعله كوقف فيه كثير من أهل الخير ترى فلوسهم خارج دولة الإمارات نحن نعيش عصر يديد اليوم وبالتالي يجب أن يكون الاستثمار أيضا في البحث العلمي في التعليم في التدريب المهني مجالس الأحد العاشرة مساء على قناة وظب الإمارات طبعا مثل ما سمعنا وشفنا في هذا التقرير أعزائي المشاهدين الناس كانت تتحدث عن الإمارات بأن دولة الإمارات هي أمن وسلام أمان راحة رخى بلد يسود القانون والعدالة والنظام الله يديم علينا هذه النعمة سعيد أنا شايف أنك دخلت في موضوع هذا التنظيم ومتابعة حركاته وتصوراته سواء كان عبر تويتر أو الفيسبوك شو اللي خلاك واللي شدك أنك أنت تتابع كل هذه الأشياء وأنت بعيد عن السياسة وأنت رجل يعني بعيدا عن رجل لست رجل قانون طبعا في البداية لازم أوضح أن الموضوع ليس موضوع السياسة الموضوع موضوع وطنية أنا عندي بيت أن ولد بنفسه بيت شعري أن ولد بيت واحد حافظ على وافي بلاده تناديه وقف لها ولبى يسابق نداها الله أكبر طبعا لما قرأنا كتب كثيرة في الهوية وأكثر الكتاب ومفكرين قالوا أن الهوية وحدة وعندك عدة انتماءات من مولدك وتكسب شكلك الخارجي اسمك تكوينك الجسدي وعندك طبعا اللي هي انتماءاتك الدينية انتماءاتك الإقليمية انتماءاتك القبلية أنا أكلمك عن الهويات هذه الموجودة معنا بالفترة أنا نعم أنا أكلمك عن الهويات وما أخذ دولة الإمارات من حزمة العالم طبعا لما أرجع لدولة الإمارات تجد أقوى هوية موجودة فيها والهوية اللي بارزة اللي هي الهوية الوطنية سبقا قلت النزاي نحن ولدنا لقينا قائد قائد أهدان وطن نحن ما ولدنا مثل شعوب كثيرة لقينا وطن ومر علينا أكثر من قائد نحن ولدنا لقينا قائد لقينا والد طبعا لما انتماءاتك لما يجي يعني شيء يقرب عليها يحاول تشعر بالخطر ان فيه خطر قريب جدا من دينك من دولتك راح تشعر واجب الدفاع انك لازم تدافع لازم ترد الخطر هذا عنه عن هويتك نحن طبعا هويتنا وطنية رفعت الرايا الحمراء شفنا تطاول على أرضنا شفنا تطاول على شيوخنا شفنا شفنا جماعة ما يمشون على حق يمشون على باطل وانا عايش في هذه الدولة وانا عارف ان اللي يقولون هذا كله ما لها ما لها ما لها عارم من الصحة صحيح فكان لابد اني انا اشارك وقدم المعرفة اللي موجودة عندي عن تنظيم العالم الاخواء المسلمين وتكشفهم للناس هم طبعا اي شخص راح يسمع كلام اي عضو من راح يسمع كلام اي عضو من اعضاء الجمعية هذه راح يكتشف ان هذا باطل غير حق صحيح فبالتالي تأخذ الحماسة ويأخذ العدم الرضا باللي ينقال هذا وراح يدخل يدافع عن وطن اكيد انا برجع الى الاستاذ زايد الشامسي ابو عبدالله ابو عبدالله نحن قبل تكلمنا عن المحكومين عن الادلة بعد مواجهتهم بهذه الادلة التي تكلمت عنها قبل شوي كيف كان تصرفهم انا ما كملت كمية الادلة المقدمة كمت كمل انا وقفت عند تسجيل واحد نعم قلنا ان كان يعني بشدة الوضوح كان يهيج الناس على الخروج على الحاكم والى التغيير والى إسالة الدماء في الشوارع تسجيلات اخرى بعد يت اكثر يعني ضررا على الدولة احد التسجيلات يالسين يتكلمون بكل يعني ما شاء الله عليهم شفافية وصراحة كيف نؤلب الرأي العام في دولة الامارات كيف نخلق بلبلة في مجتمع دولة الامارات ومحطين خطة ندخل في المنتديات وندخل على الشباب وكيف نسألهم ونجس النبض واذا شفنا فيه تجاوب نكمل هذا كله مسجل هذا مسجل نعم كذلك تسجيل فيديو وتم مواجهة في المواجهات نعم اللي قال تسال الدماء في الشوارع وإلى آخره كان أول تسجيل سأل القاضي قال هذا صوتك يا فلان قال نعم صوتي أقر نعم أقر زين حد من الموجودين يو قال لك لا كان يمكن عددهم اجتماع كان مؤرخ بتاريخ والمكان محدد وكثير من الحاضرين وكلهم يعني على نفس المنهج أحد الشهود يو بيّن التنظيم الإداري لهم بالكامل مثلث من رئيس إلى إلى القاعدة لجان كل إمارة فيها لجنة ولجنة ثقافية ولجنة تعليمية ولجنة يعني منظمي تنظيم غير طبيعي ما بيقول أنه تنظيم توعوي ولا إصلاح ولا ما هذا الكلام ما أخذ خير مثل ما يقولون هذا تنظيم سري تنظيم يعني يعني يرمي إلى الاستيلاء على الحكم على استبدال الحكومة بالكامل أنا أقول الحكومة بكل وزاراتها بكل إداراتها إحلال كامل ياسي فكرون أخزائي يوم ذكرت من موضوع الإصلاح في الموقع الرسمي للتنظيم لتنظيم الإخوان المسلمين فيه كان الإخوان في العالم فقرأ على الموقع الرسمي وكان فيه في كل الدول وكان فيه الإمارات وكيف تأسس التنظيم في الإمارات والعناصر الرئيسي والقيادات هذا حذف لما بدأت الإمارات تتخذ إجراءات هو سنة كم تقريبا بدأت تنظيم في دولة ريمورا يعني يمكن في حدود 68 من بداية قبل الاتحان بدايات لما جاء أول شيء جاء اثنين من قطر كان في البعثة التعليمية وكانوا من رموز التنظيم اللي هربوا من مصر هؤلاء بدأوا ويأسسون كان في أيضا في بعض الطلاب من الإمارات يدرسون في قطر وذهبوا للدراسة في مصر تم استقطابهم هناك استقطابهم في قطر تاني واستلمهم التنظيم في مصر واحتضانهم وتشكلت منهم قيادات وهؤلاء لما جاءوا إلى الإمارات هم اللي مسكوا وزارة التربية ووزارة الأوقاف وجندوا ووظفوا الإخوان في الحقيقة بس أنا لا أريد يعني الآن الغزايد يكمل بس شاهد لما ذكر مسمى الإصلاح هذا مسمى الآن استخدم لكن كان لهم جزء على الموقع الرسمي للإخوان المسلمين وتم حذفه تم حذفه قريبا أحد المحكومين دكتور فيلا فيديو يقول نحن نحن ما اتخذنا مسمى الإخوان المسلمين لأنه غريب على المجتمع مسمى الإخوان المسلمين غريب على المجتمع فنحن ما أخذناه فبدلنا اخترنا اسم دعوة الإصلاح فيديو موجود يعترف أنهم كلمة الإخوان أنهم أخوان مسلمين ما يتقبلها المجتمع بس إنه غريب على المجتمع فاتخذوا كلمة دعوة الإصلاح دعوة الإصلاح اتفضل أبو عبد الله بارك الله فيك قلنا من الأدلة الهيكل التنظيمي لهم كذلك المحكمة كانت واعية وانتدبت خبراء لتتبع أموال التنظيم ومن التقرير ومن الحكم نجد أن المحكمة تيقنت بأن هناك أموال التنظيم تدار لمصلحة الاستثمار لمصلحة التنظيم ودعم التنظيم وإلى آخر مما المحكمة حكمت بمصادرة هذه الأموال كلها من مجموع هذه الأدلة المحكمة بنت حكمها كثير منهم كانوا متخبطين بين الإنكار وبين يعني حتى الإنكار غير يعني غير مقبول من الحاضرين لشي أنا أسمع صوتك وعرف صوتك أو أنا أشوف صورتك في الفيديو طيب صوت وصوت تقول لي كيف تنكر؟ هاي شكيف تنكر؟ نعم شي يقول؟ قال الأم الصوت ما بواضح زيحنا نسمع نحن حاضرين نسمع واضح والله الصورة ما أشوفها عدل ما شاء الله الشاشة كانت ماخذ ربع القاعة ربع القاعة وشاشتين وكبار يعني كان مثل ما تفضل الدكتور عليه في استخفاف للعقل نحن الموجودين أنا حضرت المحاكمة من بداياتها واتصلت بالقضية حتى قبل الإحالة يعني كثير من الادعاة اللي هم يدعونها لا لها أساس من الواقع سواء كان يعني الدعوين تعذيب ويام محاميهم وقال لا أنا يسمونه ما حد أتعذب في أول الجلسات ولا واحد يو قال أنه تعذبوا خبرك متى أول مرة قالوا أنه نحن تعذبنا في الجلسات متى خبرك كنا يالسين يو دخلوا أربع ثلاثة بدل واحد بكندورة ويلسوا جدام نحن نتساءل منه هذي إلى قد تكون أحد المنظمات الحقوقية وشيء من هذا القبيل وينقذ واحد من المتهمين ويركب على المكرافون يقول يو كذا أحلفك يقول حق القاضي أحلفك أنا تعذبت أنا عذبوني أنا سوولي أنا كذا أنا كذا قال استريح عقب نادع على قال هذا الخبراء أنزين وهذا الذي يتتبعون أموال التنظيم فعرفنا منهم نعم عقب ما روح الخبراء قال تعال شو عندك شوفنا حتى الحماس خف خف يعني للأسف من الجهات أجنبية طبعا جهات أجنبية للأسف للأسف ليه شما يستقوم دائما بهذه المنظمات الأجنبية لأن ثبت أن لهم تواصل مع هذه المنظمات وأنا أخبرك كنا في جنيف في بداية شهر ستة إحنا طبعا منفتحين على الجميع نتكلموا من المنظمات ونشوفهم نتعلم منهم وإلى آخره واحد من هذه المنظمات قالوا إحنا تواصلوا جماعة على أساس أننا نصدر بيان استنكار بعد الحكم يعني مجهزين نفسهم أنه يصدر حكم وأن هذه المنظمات تدخل وتأثر على دولة الإمارات والله يا أخي تعرف تشعر ذاك الوقت بحسرة أن مواطن إماراتي ممكن أن يستنجد بمنظمة ضد دولته هذا اللي أقول أبو عبدالله يعني الاستقواء بهذه المنظمات الأجنبية ألا يعتبر هذا انتهاك لسيادة الدولة ويعتبر جريمة ويعتبر جريمة إذا كان إجرام نعم قانون العقوبات نص أن أي تواصل مع منظمات أجنبية الغرض منها زعزعة من دولة الإمارات يعتبر جريمة ومعاقب عليها هل أنت كنت تتوقع هذه الأحكام أنا شوف أنا كقانون أقول المشرع لحكمه المشرع لما يقال 15 سنة ترأفة بأن الناس هل يمكن يغيرون فكرهم يتراجعون عن هذا الفكر أنهم يتنورون زيادة ويخلعون بيعتهم للمرشد أو لخلاف أو غيره يعني هذه الأحكام فيها رحمة طبعا أنا يعني بوجهة نظري أن القاضي لم يأخذ بالحد الأقصى خذ بحد شهر 15 سنة نعم في هذه العقوبة التي قدمتها النيابة العامة 15 سنة ولكن القاضي لأسباب كثيرة هو ممكن أن يبينها في حكمة أخذ بمدة أقل من الفترة الحد الأقصى نعم نزل في بعض الأحكام لبعض الناس إلى سبع سنوات وبرأ مجموعة كبيرة منهم لأن الأدلة هذا دليل واضح لكل من يهاجم قضاء الإمارات قضاء الإمارات قضاء عادل ونزيه ونزيه ومستقل لذلك الأحكام تفاوتت بين شخص وآخر وتبرئة آخرين حتى اللي برأتهم المحكمة لم يتخذت أي إجراء احترازي عليهم ما يتوق قالت والله بعد بنحطهم تحت المراقبة حطت المحكمين فقط لذلك تشوف الحكم يوم تي تقرأ وتت معن فيه تشوف أن هذه المحكمة محكمة نعم مستقلة ونزيهة وعادلة والقاضي إزاه الله خير قدر العقوبة على حسب الفعل الذي يراه أنه قد ارتكب من جريمة الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هل ما قام بأعضاء التنظيم السري يعتبر خيانة للأمانة وعدم صيانة للأهل والعائلة هذه خيانة واضحة جدا للأهل والعائلة نعم للأهل والعائلة وكل مجتمع برمته خيانة لأن الله عز وجل أمرنا بأداء الأمانة أداء الأمانة بأن أنظر إلى الأمانة كيفية أدائها أنا مسلم ومن الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم ديني أمرني بأشياء أنا في حالة عدم تطبيق هذه الأمور أنا خنت هذه الأمانة من الأمور التي حثنا الله عز وجل عليها طاعة الأمور من الأمور التي حثنا الله عز وجل عليها بأن لا أسعى في الأرض فسادا من المهتور حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بأني أسمع وأطع لولي أمري مهما كان ولذلك جاءت الأحاديث تبين بقوة مع أن هو رسول صلى الله لا يخالف كلامه لا يخالف كلامه لا يخالف كلامه لماذا هذه الأحاديث تصلي أضوع عليها لأن هناك خيانات سوف تكون من من الناس ولذلك لما هذا فهم قاصر جدا فهم قاصر يظن أنه الآن لما يعمل هذا الأمر أنه يسعى إلى شيء معين ولأجل سيمة الناس لا هو مضر سيمة الناس هو ضر نفسه وضر مجتمعه ضر دينه ضر أهله ضر المجتمع بكل أطيافه وبكل أحزابه بذلك هؤلاء هم أصحاب خيانة خيانة أظمه لذلك لما قال مسألة أدنى وحد أقصى للحكم لماذا لأنهم أصحاب خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم شدد عليهم أكثر حتى في هذا الجانب لماذا لأن ما يترتب على هذه الخيانة من هتك هتك العراض من إسالة الدماء من سلب الأموال من ضاعة الدين وضاعة العقول وما سوى ذلك ولذلك هذه المشكلة تتعرض للعقول عقول الجانة التي ستأتي بعد ذلك وهذه خطيرة جدا أنا كنت في مدرسة فأسألهم تدخلون تويتر قال ندخل تويتر على مدرسة ثانوية فتسعين في المئة يدخلون تويتر طيب لما تدخلون تويتر أنتم ما تشاهدون قال الله صراحة نشوف هذا يتكلم على الشيخ الفلاني ونشوف لي يتكلم على دولتنا طيب أنتم تردون بهذا الأمر مشكلة الآن لما يكون هذا الطفل يسمع هذه الأمور لكن ما يحصل من يرد عنها وليس جاءت الأقوال من العلماء لا تجعل قلبك كالسفنجة شوف السفنجة الحين تصب عليه ما يشرب على طول تصب عليه ماء تصب عليه إيقاز تصب عليه بترول يشرب لكن قال اجعل قلبك كالزجاجة المصمطة أنها لا تشرب أي شيء لا تشرب أي شيء ولذلك بذور الخيانة تحدث في نفوس إيانا في البداية ويولد هذا الأمر أشياء نحن ما نرضىها لا في ديننا ولا في مجتمعاتنا صحيح دكتور أنا عندي سؤال وبأخذ إجابته بعد الفاصل السؤال يقول دكتور شو هي المخاطر اللي تتمثلها مثل هذه التنظيمات على أمن وسلامة مجتمع الإمارات أسمع الإجابة منك بعد الفاصل مشاهدين العزاء فاصل ونرجع نواصل حوارنا ترجمة نانسي قنقر وادعو عزاء يا هايدا أن تشبعي ردل معي ردل معي ردل مع لعفاسي يومياً أسادس مساءً على قناة بوظب الإمارات حياكم الله من جديد معنا مشاهدينا العزاء دكتور علي سألتك قبل الفاصل عن خطورة مثل هذه التنظيمات على أمن وسلامة مجتمعنا في دولة الإمارات في الحقيقة بداية طبيعة دولة الإمارات الإمارات دولة منفتحة فيها ما يقارب من 200 جنسية تتمتع بأنها تسعى إلى أن تتصدر العالم في مجالات متعددة ومنها أن تكون هي نقطة استقطاب بين الشرق والغرب والشمال والجنوب ولذلك الاستقرار والحرية والعدالة في غاية الأهمية كي نصل إلى مثل هذا الهدف ولذلك المهم جدا هنا أن الدولة الدولة لا تبحث عن عزمات الدولة لا تبحث عن مشكلات بل الدولة تسعى إلى أن تحقق الاستقرار للجميع كي يعني تسعى في التنمية و نحن الحقيقة يعني لما تتأمل أنت حكومتنا مشغولة مشغولة بماذا؟ ببناء المستقبل وتسخر كل الموارد والطاقات لتحقيق هذا لما تأتيك تنظيمات هذه التنظيمات بطبيعتها أينما وجدت تهدم ولا تبني تفرق ولا تجمع إذا كنت أنت تريد أن تكون إذا أنت لديك انتماء لهذا البلد وتريد أن تكون عضو فاعل وإنسان إيجابي فيه شارك في عملية البناء ضع يدك في يد بقية من أخوانك وأخواتك الذين يسهمون في تنمية هذا البلد خلك إيجابي نعم انضوائك في تنظيمات سرية هذا يضع علامة استفهام على أن القضية ليست قضية تنمية القضية ليست قضية مستقبل أبنائنا وأجيالنا القضية ليست قضية استقرار هذا البلد ورفاهية أبنائها إنما قضية لها أهداف أخرى ومعارب أخرى ولذلك أينما وجدت هذه التنظيمات بغض نظر عن مسمياتها لها أجندات وتشكل خطر الحقيقة على السلم الاجتماعي صحيح وأنا أعطيك مثال أحد المحكومين عليهم الآن بعشر سنوات لما أراد يرد على الشيخ سلطان كتب تغريدات في غاية التشنج مما كتب مثلا قال لهم من أربعين سنة ساكتين عنكم الآن سنتحرك صحيح طيب أربعين سنة وأنتو تشاهد هذا البلد يتطور يوم بعد يوم نعم ويشهد بهذا البعيد قبل القريب وكل من يعني كل من جاء إلى هذا البلد يصدم أن الدولة يمر أربعين سنة ويأتي واحد مثل هؤلاء لأنه وضع نفسه في قالب تنظيم يفكر من خلال منظور هذا التنظيم يقول لك نحن ساكتين عليكم أربعين سنة ما خجل من نفسه وهو يكتب تغرودها أو تغريدة هذه تغريدة موجودة وقرأها الكثير شو بيسوي زيادة شو بيسوي يعني أنا أقول لك شو بيضيفه يكلم واحد من أصحاب التنظيم يقول لها طيب أسألك أنت شو بيتسوي زيادة سكت طبعا ما عنده شي يضيفه ما عنده شي ثاني شو بيسوي وفشلهم واضح صحيح وبيّن ويستخدمون يعني دخل قال يا هذا الشخص ذاته قال يا يا عرب فارس هذه الطريقة يا عجم الإمارات أنا الأوان أن تتحركوا يعني بدأ يستخدم أسلوب لا يليق بالدين ولا بأخلاقه طيب ويفرق ويمزق المجتمع لكن ما عنده شي يدعهم من استخدام الأساليب إذا كانت ستحقق مبتغاهم مبتغاهم هنا تفريق المجتمع هم أفكارهم هذه في أساس في نظامهم التفريقة نعم حتى أنهم يستطيعون السيطرة على البقية طيب أنا أرجع إلى الأستاذ سعيد يعني أنت ما شاء الله عليك من الشباب أبا يعني أباك أتقدم نصيحتك كيف اليوم نحن نحمي شبابنا من من هذه الأفكار التي يمكن تنال من أمننا واستقرار وطننا يعني كيف نحميهم الشباب الإمارات طبعا ما ليخوف لما تخوض في المجتمع وتشوف الشباب الإماراتي الواعي تلقاهم من ناحية التطوع للعمل في تنمية الدولة من ناحية التطوير الشباب الإماراتي يعمل الشباب الإماراتي متوحد وملتحم وفيه جدامه هدف الهدف اللي أمامه اللي هي المحافظة على وحدة الإمارات هذه لها أسباب أو لها دوافع من ضمن الدوافع اللي أنا إذا أشوف أنها ساهمت كثير في المحافظة على شباب الإمارات يكفي أن الشيخ زايد بن سلطان الله يرحمه خاطب الشباب في ثلاث قصايد يا دا الشباب الباني بادر وقم بجهود يا شباب الوطن لبون داكم يا دا الشباب اللي غطاريف ثلاث قصايد خاطبهم الشباب لأن الشباب الشيخ زايد كالفرق المعروف بين القائد والمدير أن القائد يهتم في الشعب والمدير دائما يهتم في المشاريع والعوائد من المشاريع هذه زايد التميز الله يرحمه أنه اهتم في الشعب من ضمن الشعب الثروة اللي شاف فيهم الثروة اللي راح ينتجونها للوطن الشباب أيضا الشيخ محمد الله يطول في عمر الشيخ محمد بن زايد لما فيديو انتشر لما سأل مجموعة من الشباب قالهم لما يخلص عندنا البترول شو راح نسوي طبعا سؤال جديد عليهم فهم من صدمة وما عرفوا الجواب على هذا السؤال شو فقالهم أنتو أنتو الشباب هذه بنفسها دفعة معنوية للعمل والاجتهاد الصالح الوضع صحيح إشكالية نحن بحاجة إلى تكاتف جميع المؤسسات مؤسسة واحدة مستحيل أنها تؤدي إلى هدف المشؤون أنا متفق معك ما أقول لك البلدية ما لها علاقة البلدية لها دور صح وزارة التخطيط لها دور فلان مكان فلون الهيئة العام والإسلامي لها دور كل مؤسسة لها دور لكن هناك هناك إشكالية الإشكالية التي نواجهها العقل حقل الشاب منفتح أي شيء يصب فيه أثر عليه مهما كان لذلك أنا بحاجة إلى هذا الفكر أن نحافظ عليه نحن نحافظ عليه في عقل وفكر الشاب لذلك أنا أوجه كل أب وكل أم وكل معلم أنه لا يغتر بأي شيخ ولا يغتر بأي داعية ولا بأي موقع إسلامي ولا بأي كتاب ديني ولا بأي منشور ديني أبداً مرة دخلت على بنتي وحليلة تشتغل من العصر نعم لهم في الليل على أساس أن الطابة منها طلبة منها مشروع عن عالم العلماء تكتب عنها وقالت تكتب أنا تركتها هي تنسة عشر في الليل ما تفعل بنتي قالت أبويا عبني مقدمة وخاتمة وقالتها فالج طيب لما أنا شفت المؤلف إنسان فاسد عقيدة أخلاقا سلوكا تشابه في الأسماء طيب هذه البنت لو تأثرت بهذا الشخص أنا ما أدري أنا ما أدري لولي بنتي شو هذا يعني أحمد ربك أنك أنت اطلعت طيب لكن لو ما اطلعت هذا شيء يبين عليه الآن مثلا والدية والله ما شاء الله فاتح يكتاب يقرأ موقع إسلامي أي موقع إسلامي يعني خلني خلني بس أقول لك أني نصيحة لأولياء الأمور انتبهوا للمثل الذي ضربه الشيخ طالب الآن يعني شوفوا عيالكم شو يقرون تابعوهم هذا مهم جدا شو يطالعون شو القنوات اللي تابعوهم شو رأيك سيد عيسى أنا مرة واحد أقول لك قاعد معاه تناقش معاه عمره 22 سنة أقول لك أنت تسمع لمن قال أنا ما أسمع لحد طيب أنت تقرأ لمن قال لا أقرأ لحد فكرة جهادي فكرة 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 أنه يوصل ليش كيف يكون شهيد طيب من وصل له هذه الأفكار أقول لك كيف أقول لك تقرأ ما أقرأ تسمع لا أسمع كيف يدخل على اليوتيوب ويشوف الأفلام الأب والأم وين والله داخل أنا موقع ديني أوه ما شاء الله عليك لا الحمد لله يفرحون مدام أنت على هذا خلال الله يحفظك والله يثبت يدخل هناك ويترسخ عنده هذه المبادئ تعال صلح بعدين فيدخل في تنظيم يدخل في جماعة ثانية تبدأ الأفكار تترسف فيه تعال عدل العقوب بعد ذلك المرض بدايته سهل علاجه يا جماعة المغالاة في الدين هذه المبيرة جدا مش مطلوبة مننا اليوم أنا أعتقد في هذا الموضوع الحقيقة نحن بحاجة إلى أن الجميع تحمل مسؤوليته الوطنية الأسرة يجب أن تحرص على أن تتحمل مسؤوليته أمام أبنها تربية ورعاية وتوجيه نحن بحاجة إلى تعليم بهوية وطنية نحن بحاجة إلى إعلام بهوية وطنية نحن بحاجة إلى شؤون إسلامية ما تعالج الأمراض إنما تقدم لنا الوقاية قبل ما كما ذكر الشيخ طالب ما ننتظر أن الوباء ينتشر حتى نبدأ نعالج لا يجب أن نقدم وصفات وقائية تقي شبابنا أبنانا وبناتنا من أن يقعوا تحت تأثير مثل هذه الأفكار أيضا دكتور نحن محتاجين أبو محمد للتوجيه دور التوجيه لازم يكون هذا الحمد لله الله رزقنا بقادة يوجهوننا حتى في تصرفاتهم عياننا كانوا يقولون بسلحة وعلى أغاني الحين عياننا يدورون سيوف ويبون عيالة يبون حربية نعم بعد في البيوت رب البيت لدور كبير لدور كبير ولازم يوجه أبناء يوجههم من كل الجوانب جوانب دينية جوانب وطنية جوانب يعني يحث على العمل والاجتهاد من أجل الوطن أرجع إلى الدكتور علي هل لديك دكتور من خلال متابعتك للمحاكمة مواقف معينة لفتت نظارك تريد أنك تعلق عليها دكتور الحقيقة أنا عندي ثلاث نقاط نقطة الأولى هذه المحاكمات أثبتت شيء واحد أن جميع الناس في الإمارات أمام القانون سواء إذا خالفت القانون ستطالك العقوبة ولن ينفعك أنك بإن فلان أو شيخ أو غيره مدام أنك خالفت القانون ولذلك نجد أن أحد أبناء الأسر من هؤلاء لأن خالف القانون استحق العقوبة وهذا يبين قضية عدالة هذا القضاء ومساواته بين المواطنين وإن الجميع أمام السواء هذا الأمر الأول الأمر الثاني أيضا الحقيقة يبين إنسانية القيادة عندنا نحن إحدى المتهمات خلال الجلسات كان معروف أنها اشتكت من عارض صحي وطلب القاضي عرضها على طبيب وعرضت على طبيب في المستشفى ولما تبيننا بحاجة إلى علاج في الخارج صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة الله يحفظه أمر بنفسه بأن يعني يتم علاجها في الخارج على حسابه شوف الرحمة وين نعم يعني تجاوز كل الأعراف التي تعرف عليها الناس في مثل هذه القضايا متهمة متهمة وتطلع من السجن وسفرونها خارج الدولة حتى تثعلت تعامل معها بحس الأب رائعي لأسرها هذا الموقف الثاني الموقف الثالث موقف شخصي أنا الحقيقة قبل فترة زارني أحد أبناء المحكومين اللي حكم عليهم بعشر سنوات فهو جاني يعني السبب أنه خايف خايف من شو؟ خايف أني يعني أنا لا أريد أن أخذ بجريرة أبي وأن أمي تشتغل في مزارة التربية والتعليم وتخشى أن حد يتعرض لها فالحقيقة أنا سألت أسئلة واضحة لها قلت له هل أنت لك علاقة بالتنظيم؟ قال لا قلت له والدك هل لك علاقة بالتنظيم النسائي؟ قال لا قلت له أنا أضمن لك لن يتعرض لك أحد وإذا تعرض لك على التعالي لكن قلت له أريد أن أسألك سؤال لأن هناك قانون نعم أنا أريد أن أسألك سؤال أنا سمعت أن هؤلاء الموقفين أسرهم يتم صرف خمسين ألف لهم درهم شهريا هل يصلكم هذا؟ قال لي نعم وهذا يبين إنسانية القائد عندنا نحن خمسين ألف درهم شهريا كراتب أو معونة نعم هو مش راتب لأن الراتب يؤدى مقابل وظيفة نعم لكن هذه هبة ومنحة ومكرمة من صاحب السمو نعم الشيخ خليفة لكل محكوم لكل الأسر لكل الأسر الأسر المحكومين كانت لما كانوا موقفين كانت تمنح لهم هذه المبالغ وهذا يبين الحس أن رئيس الدولة يتعامل مع هؤلاء كأبناء وأن هؤلاء لا يأخذون بجريرة من خالف القانون هل هذا الموضوع يعرفون كثير من الناس؟ أنوا موقوفين ونظير أنك أنت موقوف يعطون وتبع الضر أمن وسلامة البلد والدولة رغم أنك أنت يعني فكرت في عائلتك أن تعطيهم حتى ما يضررون أو يمدون إيتهم لحد تعطيهم خمسين ألف درهم شهريا هذا وين موجود؟ في أي بلد موجود؟ بل أنا أقول لك أكثر من هذا أنا أعرف بعض أبناء هؤلاء تم مقابلتهم من قيادات هذه الدولة وتطمينهم ومن الكلام اللي قيل لهم أنتم أبنائنا ونحن مسؤولين عنكم لكن للأسف طبعا في آلة إعلامية للأخوان حاقدة لا تظهر هذا أبدا بل تظهر جانب سيء يسيء إلى هذه الدولة ويسيء أيضا لهم الحقيقة في النهاية يعني أبا أسمع الآن جزء نريح فيه شوي مع الشاعر سعيد الكتبي أكيد أنه عندك أبيات تحضرك الآن في هذه الأجواء وبهذه المناسبة أقول اللي بدون العزم تلقاه من المستحيل واللي بدون الفكر تلقابه المعضلات يلكوره الأرضية هلم المنافس نبيل للي خليفة جعلها رمز للنايفات الله قسمها لنا شمس ووراها ظليل الشمس عند العمل والظل بالمنجزات زايد سبب من ولي أو نعمة من جليل رسخ ثقيل الأمل في ريخة الأمنيات زايد سبب من ولي أو نعمة من جليل رسخ ثقيل الأمل في ريخة الأمنيات واللي يلس قرب زايد تحت ظل النخيل تلقاه طيب خصال ومرتقي بالصفات زايد هدانا وطن زايد هدانا خليل أولاد نفدى ثراه ويعشقنه بنات لو زاد ملحك يا بحرة نشربك سلسبيل ونزاد حرك يا صيفه الغتر صابرات لو كان هب من فرد أكيد ما لهمثيل ولو كان هب من جهد أكيد من المعجزات يا مكثر نافسينه ومجاريينه قليل أول وطن ما يباتلين شعبه يبات الله أكبر صح الله لسانك صراحة أستاذ سعيد أنت أبدأت في صياغة هذه الأبيات أبو أروح للشيخ طالب يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلى أي مدى تنطبق هذه الآية على أعضاء التنظيم السري شيخ طالب أي مخالفة لنص كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو ظلم فهذا الإنسان بداية الظلم أتى به على نفسه الظلم الذي أتى به على نفسه أنه عصى الله عز وجل وعصى الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي حديث واحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون رادع لكل واحد من هؤلاء التي سوّلت لهم أنفسهم في الخروج على ولاة الأمور وفي زعزعة أمن البلد وفي كذلك يعني توصل المسألة حتى لو سالت الدماء يعني أي ظلم هذا يعني كيف يفكرون بهذه الطريقة أنا أستغل حرمة دم الوسلم عند الله أعظم أنا أقول واحد مبمن هذا اللي يفكر بهذه الطريقة هذا مبمن أبناء دولة الإمارات لأننا ما تربينا على العنف نحن نحن تربينا ولدنا دولتنا أن ولدت على الحب على التسامح والرحمة يعني أنا أستغرب أستغرب أنه كيف الواحد عايش بيننا ومولد بيننا ويفكر بهذه الطريقة كلنا أهل صحيح عائلة وحدة وما ظلم نفسه هو ظلم أهله ظلم المجتمع ظلم المجتمع ظلم الوطن ظلم الهوية التي ينتمي لها ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرى منه وليس مدرك الخطر الذي هو أصلاً واقع به يقول صلى الله عليه وسلم أن خرج عن الطاعة وخرج على أمتي يضرب برها وفاجرها وليتحاش مؤمنها قال فلست منه وليس مني هذا التبرّ من من؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخاف هذا الإنسان؟ الرسول يتبرى منه لا حوله ولا حiens ما يخاف هذا الإنسان الذي خلع البيعة قال وماته وليس في عنق بيعة مات مئة جاهلية ما يخاف ما يخافalts performances ما يخاف هذا الإنسان الذي ترك طاعة أولاة الأمور أن خالف الله و خالف الرسول صلى الله عليه و سلم خطر على دينه هو أقوال لما نوي ذكر السبعة أقوال في أنه مات ميتة جاهلية أنه على أي ميتة سيموت هو هل على الكفر هل سيموت ميتة كميتة الذين كانوا في عهد الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه و سلم ولذلك هذا الظلم وهذا من أشنع الظلم ولذلك يعني ينبغي للإنسان نفسه أن يتق الله سبحانه و جل وعلا وهذه رسالة الآية التي ذكرتها هي رسالة لكل فرد في هذا الوطن نعم رسالة والله لكل فرد يعني على ذكر الرسائل أنا حاب أسمع منكم رسائل نختم بها هذه الجلسة و هذه الحلقة أبدأ دكتور معك بسم الله الرحمن أنا عندي ثلاث رسائل رسائل أولا لأهلنا لشعب الإمارات أننا نحن الآن نمثل النموذج الناجح الوحيد في المنطقة الذي كل الناس ينظرون إليه ولذلك سنواجه تحديات و علينا كلنا أن نتحمل مسؤوليتنا الوطنية في الدفاع عن هذا الوطن أمن هذا الوطن ليس مسؤولية جهاز أمن الدولة ولا مسؤولية وزارة الداخلية ولا مسؤولية القوات المسلحة فقط بل مسؤولية كل مواطن ونحن مسؤولين أن نحن كما استلمنا هذا الوطن ونعمنا برخاءة أن نحرص على هذه الإنجازات والمكتسبات للأجيال القادمة وأن نحفظ هذا الإنجاز وأن نبني عليه وأن نصون هذا الوطن وأقول لا مجال للحياد عندما يتعرض الوطن للخطر بل كل واحد يجب علي أن تحمل مسؤوليته هذا الأمر الأول رسالة أخرى للمفرج عنهم اللي تم تبرئتهم يعني أقول لهم الحمد لله الله أنعم عليكم أنتم الآن في صف الوطن وأنتم كبقية المواطنين لكم حقوق وعليكم واجبات إنسوا هذا ما مر وتجاوزوا هذا الأمر وضعوا أيديكم في أيدي إخوانكم وأخواتكم ابنوا هذا الوطن لأنفسكم ولأبنائكم ولأجيال اللاحقة رسالة لذوي المحكومين الحقيقة الرسالة هذه تترخص في الآتي أننا نحن الآن القضاء قد قال كلمتهم ويجب أننا نتجاوز هذا أما من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة وطننا ومن أجل أبنائهم الحقيقة إذا ظلوا يعيشون في قوقعة هذه الأحكام وآثارها سيضحون بأبنائهم ومستقبل أبنائهم عليهم أن ينخرطوا في هذا المجتمع وأن يتجاوزوا هذا الأمر وأن يربوا أبنائهم على أن يكونوا لبنات صالحة في بناء هذا الوطن الرسالة الأولى أوجهها إلى شعب الإمارات نعم نحن مرينا بمخاط صعب جدا ولكن تفاجأنا أن كثير من الناس المتحدثين الجيدين أصحاب المناصب المثقفين الشعراء لا نطق ولا كلمة بحق هذا الوطن فأنا أدعوهم أن لا يستمرون في سكوتهم الرسالة الثانية رسلها إلى الناس المتعاطفين جدا وإلى المحكومين هم بدأوا بصورة رائعة جدا ولكن أثناء المحاكمة تكشفت لنا أمور قبيحة جدا فلا تنتظروا منا كشعب أنا أتكلم عن نفسي كشعب أننا نسكت بعد في التجاوزات التي تحدث أمامنا تتكلم عن الوطن تتكلم عن شعب الإمارات وتهين الحكومة والمنجزات هذه المنجزات تعبي وتعب غيري صحيح فأنا لا أريد أن واحد يقول والله دولة الإمارات فيها وفيها وأنت يعني ستعيش من خيرا إذا ما تبقى أنك تعيش من خيرا أطلع برعا وصير نحن يجب أن نرحل محس الوطن هنا أنا شخصيا لا جهاز أمن ولا أشتغل في الشرطة ولا لي خصفها الأمور كلها يتني معلومات يعني أنهم والله مربطين منظمات يهاجمون دولة الإمارات مربطين وما أدري شو كذا نحن نقولهم إلى هنا وبس إلى هنا وبس رسالتك شيخ طالب الدين حافظ ويحفظ البشر والدين هذا يعني كل إنسان يؤمن به ويعتقده يعني لا يأخذ بعقل الإنسان وبفكرة أنه مجرد أني ما ألتزم أنا سأشكل خطر على نفسي وعلى مجتمع لا الدين وأدي بك إلى سلامة الأخلاق سلامة الفكر سلامة العمل لكن هذه رسالة للإنسان نفسه ولكل أب ولكل أم كيف تأخذ هذا الدين كيف تأخذ هذا الدين احفظ القرآن اتعلم اذهب مع صحاب دين وخلق لكن أيها الأب أيها الأم أيها الإنسان أيها الشاب أولا ماذا تقرأ وفي المواقع الإلكترونية انتبه والله خطر عظيم جدا أين تدخل وماذا تقرأ حتى في وسائل الإعلامة المختلفة انتبه وسائل الإعلامة مختلفة كم أكثر عن خمسين أو يعني أكثر عن خمسين قناة إسلامية انتبه منها ليش بعضها دست السم فيها أنا أنتبه ينتبهون هناك حق يراد بباطل أحنا هناك حق يراد بباطل أنا خلي والدي مثلا بحفظ القرآن الحمد لله عندنا في الدولة في مؤسسات تعني في هذا الجانب ولكن أنا أبطل عيني وإذني في تصرفاتي شكرا أستاذ سعيد رسالتك أنا عندي رسالتين وإن شاء الله أني مش مطول فيها رسالة الأولى كفاية من من سلوب التحريض ومن سلوب سلوب النفاق هالا اللي نحن قاعدين نشوفه واسلوب الغلو أيضا إن كانوا يريدون العفو عليهم العمل ليستحقوا العفو يثبتون أنهم أبناء زايد بحق بعدها إن شاء الله بإذن الله رح ييهم العفو الرسالة الثانية نحن صح دولة صحيح أن نحن دولة قمنا على الحب وعلى العطف وعلى التسامح والسلام وصحيح أن نحن من أول داعمين لحقوق الإنسان وإنسانياتنا لا يختلف عليها ثانين صحيح ولكن نحن لسنا لقمة سائغة وجلودنا قاسية فما بالك بعظامنا ولدنا في الشدة ومستعدين أن نقابل الشدة في أي وقت وصلحت رسالتك شكرا جزيلا أنا بأخذ كلمة أخيرة بشكل سريع من الدكتور حتى أختم كلمة الحقيقة أولا إن هذا الوطن يسع الجميع والوطن هذا وطن بني على محبة ورحمة وتآلف ووطن يعني يرقى بأبنائه ويسعى لخدمة هذا الشعب والحقيقة يعني أنا يعني تحضرني الآن كلمة الشيخ محمد بن راشد لما قال قال نحن حكومة نعمل لخدمة شعبنا الله شكرا جزيلا وأيضا قال كلمة قال نحن أيضا في مقام آخر قال نحن حكومة نعمل لإسعاد شعبنا صحيح وهذا اللي نلمس ونعايش ولذلك نحن صنفنا من أسعد الشعوب في العالم أشكرك دكتور علي على معلوماتك وعلى كلماتك الرائعة اللي جاءت في حق الوطن الله يباري كما أشكر أيضا الشيخ طالب الشحي على حضوره وتشريفه معانا اليوم ومشاركته في هذا الحوار أيضا الشكر موصول إلى الكاتب والإعلامي الإماراتي سعيد الكتبي والشكر أيضا إلى الأستاذ زايد الشامسي المستشار القانوني ورئيس جمعية المحامين والحقوقيين شكرا وعبدالله والشكر موصول لكم مشاهدين الأعزاء وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا الخاصة إلا الوطن عاشت الإمارات حرة آمنة مطمئنة وعاش شعبها كريما في ظل قيادتنا الرشيدة التي زرعت فينا حب الوطن شعبا وقيادة وأرضا أستودأكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى